السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم ابنائي وبناتي طلبة طالبات الصفق الثاني الثانوي نبدأ معكم النهاردة اولى حلقتنا في منهج الفيزياء الترم التاني ان شاء الله طبعا بسرعة الفهرس او الحاجات اللي هندرسها طبعا بالنسبة لشهر مارس هيبقى لغاية الدرس الرابع خلاص اللي هي تطبيقاتها الضغط وقعدة بسكان او بسكان خلاص يعني في الغالب هيبقى لغاية الدرس الخمس الوحدة التانية احنا كنا اخدنا في الترم الاول الوحدة التانية خلاص اه كنا وقفنا على الفصل التاني اللي هو خواص المواقع المتحركة النهاردة بنبدأ الفصل التالت خواص المواقع ايه الساكنة بندرس فيها الدرس الاولاني الكسافة الدرس التاني الضغط وبعد كده برضو في الدرس التاني الضغط عند نقطة في بطن ايه سائل الدرس الثالث تطبيقات على الضغط عند نقطة في باطن سائل الدرس الرابع تابع تطبيقات الضغط عند نقطة في باطن سائل الدرس الخامس قاعدة ايه بس كان الوحدة الثالثة والاخيرة بقى في منهج الترمي الثاني انوانها الحرارة وبنبدأ في الفصل الخامس قوانين الغازات فيه تلت دروس درس الاول خصائص المواد في الحالة الغازية اللي هو قانون بويل الدرس الثاني قانون شارل الدرس الثالث قانون الضغط اللي هو قانون العام للغازات قبل ما نبدأ ان شاء الله في جروب في التليجرام ان شاء الله عشان نتواصل سويا واللي محتاج درس في الفيزياء ان شاء الله بدل ما ياخد دروس برا ومحتاج درس هيبقى فيه جروب على الواطس ان شاء الله عشان نبدأ باجر رمزي كده ان شاء الله الواطس زيرو حداشر اربعة تسعة ستة صفرين تمانية اربعة تسعة ده الواطس عشان التواصل باذن الله نبدأ على طول يلا باذن الله عايزين نتكلم عن الوحدة التانية الفصل التالت الوحدة الثانية الوحدة الثانية الفصل طبعا خواص الايه الموانع خواص المواقع خلاص وهنعرف المواقع الوقت هو ايه بس نفتكر بس الترتيب عشان نمشى عليه ان شاء الله الفصل التالت اللي هنبدأ بيه حالا ان شاء الله خواص خواص المواقع الساكنة ونتكلم عن الساكنة غير المتحرك المتحركة كان فيها اللزوجة اللي هي الترم الاول نبدأ هنا بقى الدرس الاول الدرس الاول الكسافة الدرس الاول الكسافة طبعا الكسافة عشان نتكلم عنها لها تعريف خلاص بس قبل ما نبدأ طبعا فيه عايزين نعرف خواص المواقع خواص المواقع اللي هو العنوان الرئيسي بتاع الفصل الايه التالت خواص المواقع لو احنا بصينا كده كويس اولا فيه موضوعين اللي هو الموضوع الاول اللي هنحاول نخلصه النهاردة الكسافة والضغط والضغط دي اسمها خواص الايه المواقع يبقى المواقع بصفة عامة لو حبيت اعرف ما هو المواقع هنبدأ الكسافة حالا بس نبدأ نقول الاول ما هو المواقع المواقع اي مادة قابلة اي مادة قابلة للانسياب بسهولة جدا وفي اشكلة يبقى المائع اي مادة قابلة الايه للانسياب بس كده لا تتخذ لا تتخذ شكلا سابتا شكلا سابتا لو فاكرين انواع المواد التلاتة كان فيه مواد صلبة سائلة غازية لا تتخذ شكلا سابتا بل تتخذ شكل الاناء الحاوي لها كلام ده معناها ايه ان انا لو جبت اي سائل ولكن المية حطيت مية هنا نفهم كده ببساطة المية محتوطة ايه المية طبعا معروف ان حجمها حجمها سابت ما بتغيرش الحجم سابت ركزوا كده ولكن شكله بتغير يعني ايه لو حطيته في حاجة واسعة كده الايه الحجم يأخذ ايه شكل الاناء الحاوله حطيته في تيوب او انبوبة اختبار هلا ايه كده مش هيقول لا يعني الحجم بتاعه مسابت متغير بشكل الايه الاناء لا تتخذ شكلا سابتا انا بقى فصل لكم بس المعلومة ده وده مهمة جدا 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 خلاص نبدأ بالكسافة بقى على طول عشان نخش في الموضوع كسافة الرمز بتاعها رو رو بي بس سميلة شوية كده خلاص يبقى الوقت هنا الكسافة عشان نتكلم عنها رو بتساوي الكتلة على مين على الفوليوم و اتكلمنا في الكلام ده في الترمي الاول خلاص اما جينا نتكلم عن ايه عن الكسافة خلاص اما جينا نتكلم عن لزوجة يبقى نعدي هنا هوات الكسافة هي الكسافة رو بيساوي الكتلة على كتلة على مين على حجم ماشي خطوة خطوة بالراحة خالصة طيب تمام طيب الوحدة الكياس بتاعتها كتلة كيلو جرام الحجم الحجم متر تكايب طيب لو حد حبي يقول لي جرام على سنتيمتر يجوز عشان في اختيارات وفي اسئلة الوقت هنشوف تمام طيب يبقى احنا هنا عملنا ايه عملنا قلنا الكسافة لسا معرفناها شطبع الكسافة لو حبينا نعرفها تعريف عادي خالص 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 كتلة وحدة الحجوم من المادة يبقى تعريف الكسافة ببساطة اعرفها لكم فوقها هي كتلة كتلة وحدة الحجوم من المادة يعني يا مستر كتلة وحدة كتلة في البست وحدة الحجوم في المقام خلاص هو ده التعريف يبقى منعرف من البست للمقام مباشرة يبقى كتلة وحدة الحجوم من اين من المادة طيب لو حبينا نجيب ميل الخط المستقيم شيء طبيعي ان احنا اتعودنا ان احنا نتكلم كالقاتي يعني ايه لو ضربت طرفين في وسطين يبقى الام الام هتساوي الرو مضروبة في ايه في الفوليوم تمام تمام طيب انا عاوز اقول ايه لو جبت علاقة ما بين الفوليوم اللي اللي هي الكتلة والفوليوم لان احنا تعودنا في الفيزياء ان المحور الرأسي بيبقى دايما على اليسار اللي هو الجزء ده اقصى اليمين من اولى سنوي واحنا بنقول الكلام ده الفوليوم وبنعمل فيه كابتل وقوه اللي صغيرة كده تحت شوية خلاص لو عملنا خط مستقيم كده ها يبقى مقابل مقابل على مجاور بيديني ايه يا جماعة بيديني الرو يبقى ميل الخط المستقيم ميل الخط المستقيم نسميه سلوب ماله بيساوي بيساوي بقسم الام على الفوليوم منين مقابل على مجاو هيديني ايه الرو مباشرة اللي هي ايه الكساف يبقى ميل الخط المستقيم اللي هو الكسافة محور رأس ام محور افق ايه فوليوم طيب انا عملت العلاقة السلاسية دي ليه كده عشان بتسهل لي ان اعرف ميل الخط المستقيم بجيبه ازاي عملت ضرب تبادلي وحصلنا على هذا طيب بيقول لي الكسافة 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 لا تتغير ركزوا في المعلومة دي لا تتغير بتغير بتغير الكتلة لا تتغير بتغير بتغير ايه الكتلة ليه لان الكتلة سبتة في النسبة لمادة الوحد تاني الكسافة لا تتغير بتغير او بتغير ايه الكتلة خلاص او الحجم مش احنا فيه حاجتين عندنا همات فيه كتلة وفيه ايه حاج فبنقول الكسافة لا تتغير بتغير الكتلة او الايه الحاج انما تتغير من مادة لاخرى يعني كسافة المية مختلف عن كسافة الزيت مختلف عن كسافة اللبن مختلف عن كسافة الايه البول البول كمان اه لان فيه تطبيقات ان احنا بنعرف ان الكسافة بتاعت الليابول بنعرف فيه امراض موجودة ولا ما فيش يبقى نحاول ناخد بالنا من الكلام المهم ده يبقى الكسافة لا تعتمد على الكتلة او الحجم ما بتتغيرش بمعنى اصح بتغيرهم الاتنين وما الايه بتعتمد على ايه العوامل بقى نعملها في صورة عوامل العوامل التي تؤثر في الكسافة يعني العوامل المؤسرة في الكسافة او على الكسافة رقم واحد نوع المادة وزي ما قلتلك الوقتي باختصار شديد جدا 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 عشان نوصل بسرعة كسافة الماء النقي غير كسافة الزيت غير كسافة اللبن الى اخير يعني الكلام ده اللي هي معنى عندنا في الفيزياء طبعا يبقى تتوقف او تتوقف العوامل المؤسرة على الكسافة على نوع المادة نملة اتنين درجة الحرارة لان تغير درجة الحرارة بيؤدي الى تغيير نوع المادة يعني ايه؟ يعني ان درجة الحرارة ممكن تغيير لي المية الى تلج الله المية تمام يعني المسافات البينية بتاعة المية متوسطة يعني انا عندي الماء في صورة سائلة لو انا بردته ايه اللي يحصل؟ هيحصل هيبقى ايه؟ زي التلج التلج ماله كسافته كسافته اقل من كسافة الماء ليه؟ لان درجة الحرارة ممكن تغيير لي المسافات البينية المسافات البينية بين الزرات وبين الايه؟ الجزيئات خلاص يبقى دي رقم اتنين درجة الحرارة درجة الحرارة ممكن تحول لي المية بدل لتلج ممكن تتحول الى بخار ماء مختلف تماما عن كسافة المية السائلة يبقى الحالات التلج بقت مادة صلبة مادة ايه؟ صلبة يعني ايه مادة صلبة؟ يعني الجزيئات بقت متقاربة مع بعضها في التلج خلاص هنا المية السائلة متوسط طب البخار بقى في صورة غازية او بخارية يعني متفرق اكتر اذا الكسافة ايه؟ بتختلف يبقى انا عندي هنا العوامل التي تؤثر في الكسافة ليس خدوا بالكم الكلمتين دول ليس الكتلة وليس الحجم خلاص كتلة والحجم مع نفسها للمادة الوحدة للمادة الواحدة طب ايه اللي بيغير كسافة حاجتين؟ نوع المادة يبقى من زيت لبن مية خلاص يبقى كسافة المية النقيقة مختلفة عن كسافة الزيت مختلفة عن كسافة اللبن مختلفة عن كسافة الدم والدم ليه كسافة؟ طبعا كل المادة سائلة خلاص او غازية لها كسافة وبتتقاس باجهزة مباشرة زي الهايدروميتر خلاص او غير مباشرة انني بشوف الكتلة وبشوف ايه الحجم وبقسمهم على بعض خلاص يبقى ده موضوع الكسافة بداية الامر يعني انا اخد مسألة بس واحدة النهاردة عشان نبدأ نكمل المرة الجاية المسألة بيقول لي كمية من مثلا الزيت كتلتها بديني الكتلة والحاجم خلاص وعاوز ايه الكسافة يعني مثلا ممكن يقول لي احسب احسب كسافة كمية من الزيت كتلتها كتلتها اه مثلا عشرة كيلو جرام و حجمها عشرين عشرين متر مكعب طبعا هو عايز الكسافة هقول له على طول الكسافة رو بتساوي ماس كتلة على ايه فوليوم ركزوا تطبيق مباشر بالمناسبة وانا فكرت انا مقلف لكم المسألة دية انا فكرت بالارقام ليه لان الزيت يطفو لان كسافة المية النقية معروفة لها واحد هنا لازم تكون اقل لان الزيت يطفو على الماء يبقى عشرة على عشرين هتساوي كام نص يعني مصدر دي مسائل عادية يعني ايه مسائل عادية كيلو جرام على متر تكاين يا جماعة احنا عايزين بقى ايه نفهم الموضوع يعني بيقول لي انه بقى فان كسافتها او كسافت الزيت نقط هيعمل لي ايه زيرو بوينت اتنين خمسة هيعمل لي بي بي زيرو بوينت آآ زيرو وان سي زيرو بوينت فايف خلاص يبقى في الحالة دهية اللي جابها تبقى ايه نص هو ده النظام الحديث آه هو ده النظام الحديث عشان برضو ما نحاولش ايه نروح بهيد يبقى احنا هنا بصرعة كلا نقول تاني الكسافة كالبتين اللي قلناهم سريعا سريعا الكسافة نوع من خواص المواقع ما هو المائع اي مادة قابلة الانسياة الازر يحفظوا الايه الاساسيات دي لا تتخذ شكلا سابتا ليه لانها شبيهة لانها قد تكون سائلة او غازية السائلة او الغازية لا تأخذ شكل سابت وانما تتغير بتغير الاناء الحاوي له عندي الكسافة خدناها قبل كده في الترمي الاول كتلة على ايه على حجم بتساوي كيلو جرام على متر تكعيب في الحالة دي بنقول جرام على سنتيمتر تكعيب صح او كيلو جرام على او لكل ايه متر مكعب يبقى انا عندي هنا هو القانون اللي هو الضرب طرفين فوسطين عشان اجيب من الخط المستقيم ودي احسن اللي بالمناسبة انا ممكن اجيبها من هنا ما هو هو هنا عندي الام كابتل دي اللي انا عملها ايه المفروض ام كده تنفع ام كابتل طبعا ماس سواء كده ولا كده المهم الكتلة عندي هيات على الحجم بيديني الايه الاسلوب او ميل الخط المستقيم انا عندي الكسافة اللي اتتغير بتغير الكتلة او تغير الحجم يعني ممكن يحطها لي في الامتحان مادة كسافتها كتلتها مثلا 10 كيلو جرام تغيرت كتلتها الى 20 كيلو جرام فان الكسافة تتغير لا تتغير تظل سابت خلاص حاجات سهلة وما الايه اللي بيأثر في الكسافة حاجتين نوع المادة ودرجة الحرارة ويمكن اللزوجة كان نفس الكلام اللزوجة فعلا كانت بتعتمد على نوع المادة ودرجة الحرارة يبقى دي تثبت في دماغنا برضو شبيهة بايه باللزوجة بالزبط خلاص اللي احنا خدناها في الترمي الايه الاو ده كان اخر حاجة ان شاء الله بفكركم ان شاء الله ان احنا اللي مشتركش اشترك معنا في قناتنا عشان نتواصل سويا ونضغط على الجرس ونختار الكل عشان يوصل لكم كل جديد مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة الدميات الجديدة الى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته